عايز أقول لحضراتكو أنه بمناسبة التقرير اللي كان طلع من بخصوص حول إنسان في مصر الحقيقة ساعات السوشيال ميديا بتبقى شيء عظيم كده لما كله اشتغل على السوشيال ميديا وكله طلع بعد التقرير اللي طلع ضد حول إنسان في مصر كله اشتغل على فكرة السوشيال ميديا بتطلع صور من الدول اللي بالبلد كده بتتمنظر علينا يعني في مصر بإزاي بيتعاملوا مع البني قدمين عندهم أو مع الشعوب عندهم فده كان شيء إيجابي جيد بس خلييني أقول لحضراتكو أنه مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة سيدة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب أصدر بيان بيستنكر فيه وبشد قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر وقال إنه القرار استند على أكاذيب وليس حقائق وبينم عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتطورات الإيجابية العديدة اللي بتشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة قال بيان مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن القرار أغفل عن عدد وأغفل عمداً جهود الدولة المصرية في لجنة العفو الرئاسي اطلاق الحوار الوطني والتطوير والتطور الهائل في ملف حول الإنسان وأيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذ مبادرة حياة كريمة المبادرات أيضاً الصحية وتمكين الشباب والمرأة والمعاقين وصدر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبدل ما البرلمان الأوروبي يشجع الجهود دي ويرحب بيها لأ نجده إنه بيصدر هذا التقرير المبني على معلومات خاطئة وبيحمل رؤية متحيزة وغير موضوعية الأمر ده بيشير إلى إن الهدف الحقيقي هو توظيف ملف حقوق الإنسان كأداء للضغط السياسي على مصر وده للمساس بسيادتها والتأثير على قرارها الوطن كمان مجلس الأعمال المصري الأوروبي وجه التساؤل حياة وقال هل أصبح حقوق الإنسان يقاس بوضع بضعة أشخاص يعني تم أو يتم محاكمتهم في محاكمات عادلة عن جرائم جنائية ارتكبوها سؤال بالفعل إحنا محتاجين يا جماعة دي كلمي أنا مش كلمي المجلس إحنا محتاجين يردوا عليه دعا المجلس مجلس البرلمان الأوروبي للنظرة للصورة الكاملة والنظر بطريقة شاملة وموضوعية لحالة حقوق الإنسان في مصر بكافة مجالتها مدنية سياسية اجتماعية ثقافية وأيضا اقتصادية بيان محترم الحقيقة لمجلس الأعمال المصري الأوروبي ترجمة نانسي قنقر